الخبر الأول اللي عدنا عن يارا مارو وصل قناتها باليوتيوب لـ 300 ألف متابع فإن شاء الله ألف مبروك أقبل 10 مليون يا رب وطبعا تسوني يا حبايب نتبارك لها بالكومنتات على هذا الإنجاز ننتقل حاليا النورستار والفضيحة اللي انتشرت عنها بالتيك توك في انتشار هذا الفيديو النورستار من داخل ملاكة ممال أخوها شان تسيب آدم صالح تقول لفاكي وتسوي إصطباحها حركة ذات 18 ولهو طبعا انتهي هذا النزال بينه وين أخوها بالتعادل بالإثمان الأشخاص اللي راح يسروني اللي سوى تسوى تسوى نورستار وصارت سبب هذه الطريقة فأدم صالح يا حبايب قبل ما تبدي المباراة كان هناك اجتماع بهذا الاجتماع كان لابس بلوز حط عليه صورة نورستار وصار يسئلها بالكلام فاكتمنا حباء بالكومنتات هل تشوفوا ان الحركة اللي سوى تسوى تسوى نورستار غلط قصر كوي متابعين الأطفال يتابعون سوى حركة بصباحها هيج مادرة ننتقل حاليا لنرغدها واستهزائها بباريش وياشيم فنزلت هذا المقطع على قناته جدا سويبية ردت فعل عليهم والنسبة الوقت هيجندة تستهزئ من خلالهم فهم المتابعين بباريش وياشيم صاروا تهجمون عليها نقول الحركات اللي سوى وجوههم بغلاط وفهي تشوى فمدر الصلاحة بالنسبة الشخاص اللي شافوا مقطعكم ورحبوا بالكومنتات شرككم المقطع وهل تستعقل التهجم أو لا الروح حاليا ليارا عزيز والفضيحة اللي انتشرت عنها فيارا عزيز نزلت هذا البوشت على حسبه بالإنستغرام ولكن تقريبا مع عشر دقائق هي حذفته جزبا ليسان اللي شي حذفته فترضت لهواي التهجم لأنه هي كانت تكشف بطنها بالصورة وهذا الشي اللي خلها تحذف الصورة بسرعة وترجع تنزلها ولكن بدون ما يبين وطنها فهم المتابعين صاروا يخذون ان هذا الموضوع هو عبارة فضيحة فما در اكتبنا يا حباب بالكومنتات هل ترشفوا الموضوع الفضيحة او لا ننتقل حاليا نورستار وتهجم المتابعين عليها فالنورستار نزلت على حسبه بالإنستغرام وهذا البوشت اللي كان به هذه الصورة فهين المتابعين صاروا يتهجموا عليها انه اللي يشطلعين بلابس الحمام واشي اللي قاعد يسيبوها والي يتهجمون عليها من المتابعين نارين بيوتي ومثما شفتوا يا حباب هذه الصورة قدامكم اكتبونا بالكومنتات هل تتعقد تهجم اللي تعرضت له او لا الروح حاليا نارين بيوتي ومن الواضح ان هي قاعدة تلمح ان هي حابة نارين بيوتي نزلت على حسبه بالإنستغرام وهذا البوشت اللي نوعا ما تشدت لازمة بي وردة لونها احمر ونظراتها شوية غريبة فمادر هو من موضوع التابعين صاروا توقعون من موضوع يمكن هي حابة وهذا الشي اللي خلاح حاليا شوية تبعد عن السوشيال ميديا ممكن يش قاعدة تتفاعل فمادر الصراحة شنو توقعاتكم من هذا الموضوع اكتبونا بالكومنتات وبس ولا حباب نهصات المقطع اتبونا اعجابكم وتحطوا اللايك شاركوا بقناة شنو كون فيديو زين من قناة مائكة القصاص ومع السلامة